السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن اطعمة ومشروبات تساعد في نزول الدورة الشهرية في البداية يجب ان لا تقدم اي سيدة على مثل هذه الاطعمة او المشروبات قبل استشارة الطبيب والتأكد من صحتها العامة ومن انها ليست حامل اذ ان بعض هذه المشروبات قد يسبب الاجهاض اذا كنت حامل بالفعل وانت لا تعلمين واليكم سبع اطعمة ومشروبات تساعد على نزول الدورة الشهرية واحد تناول كمية كبيرة من فيتامين سي مما يساعد على انتاج هرمون الاستروجين التي يسهم في بناء بطنة الرحم فيسرع من نزول الدورة الشهرية ويمكن شرب شاي البقدونس بغاليه وتناوله تلات مرات يوميا اتنين تناول القرفة الساخنة مع اللبن او بدونه يوميا بمقدار كوب او سنين تلاتة تناول شاي الزنجبيل فين جانين يوميا اذ انه هو والقرفة كفيلان بانزال الدورة الشهرية في غضون ايام قليلة جدا ولكن تقدر الاشارة الى ان الافراط في تناول هذا الشاي قد يسبب الهبات الساخنة والارق عند بعض النساء اربعة تناول المشروبات العجبية التي تساعد على تضفق الدم مثل الحلبة وايضا يمكنك تناول الحلبة مع كوب من اللبن المحل بالعسل خمسة تناول الكرفس باوراقه وعيدانه يساعد على تحفيز تقلصات الرحم وتضفق الدم في الحوض والرحم ما قد يؤدي الى نزول الدورة الشهرية ستة تناول البابايا او الجزر او القرع لسبعة ايام متواصلة اذ ان الكاروتين يسهم في تعجيل نزول الدورة الشهرية سبعة تناول مزيج من عصير القصب مع ملعقة زنجبيل وملعقة كوركم صغيرة وشربها اول شيء في الصباح على الريق لعدة ايام لبدء الدورة الشهرية بشكل طبيعي في نهاية الفيديو ننوه ان المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني ابدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لا عجبكم ياريت تدعونوا بلايك و كومنت و تشاركوا في فيديو مع اصدقائكم و تشاركوا معنا في القناة و تنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ اشتركوا في القناة